هذا ليس مكانهم كان من المفترض أن يكونوا على مقاعد الدراسة إلا أن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستوى الفقر والبطالة ورداءة التعليم كلها أمور دفعت بأطفال العراق إلى ميادين العمل ظاهرة عمالة الأطفال بدأت تزداد وتتغول في ظل الإهمال الحكومي لكافة القطاعات حتى أصبح ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تجبرهم على العمل لإعانة عائلاتهم بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف التي أكدت أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر وأن اثنين من كل خمسة أطفال يعيشون فقرا متقعا المنظمة أشارت إلى أن عمالة الأطفال تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب الفوضى الأمنية والنزوح والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وأن عمل الأطفال يحريمهم من طفولتهم وتعليمهم ويزيد من مخاطر تعرضهم للأخطار الجسيمة والأمراض والاستغلال عدد الأطفال العاملين في العراق يفوق 700 ألف طفل بحسب تقديرات مفوضية حقوق الإنسان كما تؤكد اليونسيف أن نحو 90% من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر وأن 50% من أطفال الأسر الفقيرة لا يكملون تعليمهم الابتدائي وأن 50% منهم يواجهون أشكالا متعددة من الحرمان سواء في التعليم أو الصحة أو ظروف المعيشة والأمن المالي أرقام تشير إلى مستقبل قاتم بحسب مراقبين خصوصاً وأن الأطفال يشكلون مستقبل البلد ويعكسون صورته وموقعه بين بلدان العالم في وقت تؤكد منظمات معنية بحقوق الطفل وعلى رأسها اليونسيف أن هذه الأرقام من عمالة الأطفال لا يمكن مواجهتها إلا بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة والتركيز على التعليم والصحة وحماية الطفل وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل حكومات المحاصصة الطائفية وتقاسم الغنائم يقول عراقيون